سلام عليكم وعظم الله لكم الأجر بالذكرى حلو شهر محرم الحرام شهر الأحزان وبهذه المناسبة سنقل هذه الرواية إلى زوار المام الحسين وزوار قبوره للبيت عليه السلام عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قال أمير المومين عليه السلام زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهدت لنا أم أيمان لبنا وزبدا وتمرا فقدمنا منه فأكل ثم قام إلى زاوية البيت فصلى ركعات ولما كان في آخر سجوده بكى بكاء شديدا فلم يسأله أحد مننا إجلالا وأعظاما له فقام الحسين وقعد في حجره فقال يا أبي لقد دخلت بيتنا فما سررنا بشيء كسرورنا بدخولك ثم بكيت بكاء غمنا فما أبكاك فقال يا أبني أتاني جبرايل آنفا فأخبرني أنكم قتلى وأن مصارعكم شتى فقال يا أبي فما لمن زار قبورنا على تشتتها فقال يا أبني أولئك طوائف من أمتي يزورونكم فيلتمسون بذلك البركة وحقيقا علي أن أتيهم يوم القيامة حتى أخلصهم من أهوال ساعة ومن ذنوبهم ويسكنهم الله الجنة كامل زيارات الباب الثالث عشر ترجمة نانسي قنقر